مرحباً بسادة المشاهدين الكرام معنا سؤال لو سمحتي أنا عايزة أسأل لو كان الزوج بيجيب فلوس حرام هل الزوج عليها وزر؟ لو أكلت هي وعيالها منه؟ هو طبعاً لازم الأول قبل ما جاوب على سؤال حضرتك لأن أنا حريك ما ديتيش معلومات يعني أنت متأكدة مش متأكدة فلازم نبدأ الحديث بالتأسيس بما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحاً وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فإحنا مأمورين بطيب المطعم يعني بطيب الرزق الإنسان يبقى يتحرى الحلال ولا يأكل حراماً لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وكما هو وارد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر عقب هذه الرواية ذكر الرجل يطيل الصفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب رايح المساجد وجيم المساجد بيسفر عمره وبيسفر حج ويقول يا رب يا رب لكن كما قال النبي وأخبر صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك هيجاب له إزاي؟ هي المسألة إنك بتصلي وبتعمل وبتدخل مال حرام على نفسك وأولادك ثم تقول يا رب يا رب الحقيقة قبل ما يعني أو من خلال السؤال بتاع حضرتك إن زوجك أنت بتقولي إن ماله حرام وإنت مش عارفة تكله من هذا المال ولا لا أنت وأولادك حنجاوب على السؤال ده من خلال نقاط مهمة أول حاجة إذا كان ده مجرد شك يا أختي الفاضلة أو وهم ما عنديكيش ما يبرره من أمارات فالمفترض إن أنا لا ألتفت إلى ذلك لأنه ده حيكون من سوء الظن بيئة المسلم ونهان الشرع عن ذلك وليس ده مجرد إنه يعني أنا شايفة قدامي المال بتاع الزوج بتاعي وأنا مش عارفة لا اطلاع عليه على مصادر العمل بتاعه وإن أنا مش عارفة وجاب الفلوس دي منين فأحكم على إنه هذا المال حرام بل الأصل اللي إحنا المفروض نلتزم به إنه ينبغي حمل ذلك على كونه حلالة طالما لم يثبت لي على طريق القطع إنه ده مال حرام ورد في صحيح الإمام البخاري عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال سيدنا عمر بيأسس لمسألة ألا يسعى الإنسان للطعن في أخيه الإنسان دون دليل إحنا ملناش غير اللي إحنا بنشوف ما خفي عنه لا يجعلنا نحكم على الآخرين فقال سيدنا عمر بن الخطاب إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الناس كنت بتكشف أفعلها وما في سرائرها وقت الوحي دلوقتي ما بقاش فيه وقت بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بقاش فيه وحي فهو بيقول وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء إحنا ما نفتش على النواية والضمائر إحنا لنا الظاهر وهو كولي أمر للمسلمين يقول أنا ما ليش غير ظاهر الأعمال بتاعتكم وليس لنا من سريرته شيء ما بلناش نفتش عن الضمائر شو رح أيل إيه ليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءاً لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة إزاي مثلاً واحد يعمل حماقة أو يرتكب جور ما يقول لك والله ده أنا نيتك أتكويسة فهو بيقول له لو أنت حتى عملت السوء ده وجدت أقول لي والله ده أنا نيتكويسة أنا ليش منك إلا الظاهر لا أفتش عن النواية وإن كانت صادقة صحيحة ولا أفتش عنها ولا أصل إليه حتى وإن كنت كادباً فيها المسألة دي يحاسبك والله فيها ده كلام سيدنا عمر بن الخطاب فبأذكر به بس لأنه من خلال الأسئلة اللي بتيجي على الهوى واللي جت على الصفحة على مدار سنوات كثيرة الحقيقة يعني كثير من النساء لمجرد عدم اطلح على مصدر داخل الزوج تحكم عليه بإنه المال بتاعه حرام فأرجو إن إحنا وأتمنى على حضرتك التثبت من الأمر المسألة التانية في الرد على سؤال حضرتك ماذا تصنع الزوجة والأولاد ما إذا كان ماله الزوج حرامة المسألة التانية اللي حتكلم فيها بخصوص هذا السؤال إنه إذا كان هذا الشك لمبرراته من علامات أو أمارات تخلي الزوج ده يجلب مالا حراما يعني عندي أمرات واضحة تقول لي إن الفلوس مش مظبوطة فالأولى للزوجة في هذه الحالة النصيحة الخالصة لوجه الله تعالى وبتنصحين لوجه الله الكريم طالبة أن نجاء لك وله وللأولاد جميعا احنا مش عايزينهم يطعامه حرام والنصيحة لما نيجي نقدمها يا صاحبة السؤال مش عشان أنا شفت الزوج بيرتكب شيء أو مخالف للصواب إن أنا أقدمها بطريقة مش كويسة لا النصيحة تقدم على أحسن وجه حتى تكون أرجى للقبول في نفسي من أنصحه المسألة الثالثة والمهمة إن حضرتك عرفتي وعلمتي أن جميع مال الزوج من حرام فالأصل إنه يحرم عليكم إنكم تكلوا من هذا المال الحرام ولا إنكم تنتفعوا بشيء منه لكن إذا لم يكن ليكم مصدر آخر من دخل تقدروا تكلوا وتشربوا منه فيجوز ليكم في الحالة دي إنه تاخدوا على قدر الضرورة فقط القاعدة بتقول إيه؟ في علم الأصول الضرورات تبيح المحظورات أنا النهاردة لا بشتغل ولا عندي أهل يساعدوني وعندي أولاد منه وهو مكسبه كله حرام وأنا عرفت إنه مكسبه حرام فأنا إما أمتنع لو لي نفقة فأنفق لأ ده أنا ما عنديش نفقة هتكلي من المال ده على قدر الضرورة من باب قاعدة إنه الضرورات تبيح المحظورات إلى إنك تجدي سبيلا آخر مع دوام النصيحة طبعا لهذا الزوج طيب الحالة المهمة التانية طب ماذا لو إن مال الزوج ده مختلط حلال بحرام يعني منه حلال ومنه حرام أو أدخل الحرام على الحلال فخلط بين المال الحلال والمال الحرام وأنا لا أعرف حتى ما أقدرش أميز منين مصدر الحلال ومنين مصدر الحرام في الحالة دي أنا أعمل إيه؟ لا يحرم في الحالة دي إن أنا أخذ مما جاء به أنا عندي فلوس وفي أخذ كفاية أنا وأولادي بل يعني حيبقى الحكم بتاعها بيكره في كراه لكن أنا ما عنديش حل تاني زي ما هو مروي عن الإمام مالك وقال بيه برضو بعض فقهاء الشافعي وما فيش بأس إن حضرتك أقلد من أراء الفقهاء ما يدفع الحرج والمشق عني بالذات إذا أنا ملياش دخل إذا أنا ملياش دخل أتكسب من ورائه حلالاً أو أنا برتب أموري لحد ما أجد لي دخل حلال فتقدري تقلدي من قال ذلك يا صاحبة السؤال وأسأل الله تعالى لك فرجاً ومخرجاً وطعاماً ومكسباً طيبة اللهم أمين يا رب العالمين